السلام عليكم اخواني اي كديري انا بس عليكم مرحبا بكم معي في قناة الجوري الصغيرة كنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتخطوا على الجرس بجد ما يوصلكم الجديد ديانا رمضان كريم امروك عليكم مدلعواش رادي بصحاء وطلط الامر ان شاء الله اليوم فيديو جديد معلومة جديدة اليوم انا ادروا له وحد دواء نظرا ان طالب واحد المتتبع اللي قلت ليهضر لنا علىها تصير وهذا دي الوليدة تصار اللي اسم تجاري ديان هو لوريس هذا يعني هو واحد اه مضاد للهستامين اي مضاد للحساسية كيساعد على التخفيف دي العاطس كذلك السيالة دي الانف والحقات للعيون واحتى العيون ان كانوا كيتدموه لنا امكلينا اننا نستخدموه كيتستخدم ايضا هالدواء هذا يعني للعلاج للأعراض الحساسية او الوقاية منها. ويمكن انه يتوصف لعلاج الطفح الجلدي او الحكا. كيف كتعرفوا ان الجرعة المعتادة للبالغين او الاطفال بعمر اتناشر عام او ما فوق ياخدوا خمسة ميلي جرام اي مرة واحدة يوميا. بالنسبة للجرعة المعتادة للاطفال يعني من امر ست سنوات الى احداشة سنة هياخدوا السيروق. يعني هياخدوا جوج فاصلة خمسة ميلي جرام. مرة واحدة في الليل. اه بالنسبة للجرعة المعتادة للاطفال يعني من من عمر ديال الاربع سنوات الى ست سنوات يجب ان اه اتخاذ بتحديد ويعني محدد الاستخدام دياله من طرف الطبيب اللي غيرتك الجرعة وتابع دائما التعليما ديال الطبيب جالك فيما يتعلق بالجرعة والمدة ديال استخدام ديالها. اه بالنسبة للاطفال والرداحتة لعمر اربع سنوات. اه لا ينصح بالاستخدام ديال الشراب لوريس فى الفئة هذه العمرية. غالبا كي وصف الطبيب يعني مضاد للحساس اخرى. وكيكون هو اكثر امان ولكن اه من الممكن ان يوصفه طبيب يعني هذا الدواء هذا اللي يردع والاطفال حتى لعمر اربع سنوات اه في حالات معينة. الى التابعة دائما تعليما ديال الطبيب فيما يتعلق العمر بالجرعة او المدة الاستخدام. يمكن لانا تكون متأكد من الجرعة. يمكن مراجعة يعني تكون احد المراجعة ديال الطبيب او الصيدالي. الى كانت المعلومة يعني مقدمة اه كيبدأ يعني تأثير ديال هاد الوريس هذا بعد حوالي ساعة من تناول دياله وكيبصل الى الضروة تأثير بعد حوالي تازد سويع اه من تناول ديال الجرعة. وكيوصف التناول ديالجرعة الليلا قبل النوم. ومن الافضل انها اتخاذ هاد الجرعة هادي يعني تعطى لالطف ديالك جرعة في نفس الوقت اللي اخذ فيه كل يوم اللي غا تقدر تساعدك على التذكر وتناول دياله بانتظام. ويمكن انا ايضا اه تناول جرعة مع طعام او بدون طعام. يعني من بعد الاكل او قبل الاكل. ولكن عليك ان تختار اد كنت ستاخده يعني تعطيه اللي تعطيه الجرعة دياله اه مع الطعام او بدون طعام. ثم يعني تناولها في نفس الطريقة يعني كل يوم اه اللي باش الجسم دياله يتأكد ويمتص نفس الكمية اه يوميا ديال الدواء كل يوم. بالنسبة لهذا الشارع بلوريس امين للاطفال والردع. يمكن تعرفوا انه خيار يعني علاج امي للحالات الحساسية والخنفية والجلدية لدى الاطفال الصغار من عمر ست اشهر الى اتناشر عام. من الفئات العمرية اقل من اربع سنوات يجب تحديد الجرعة والمدة العلاج على اساس اه شدة الحالة والوزن ديال الطفل ديالنا. والمدة الاستجابة ديال الجرعة تكون معتادة لهذه الفئة العمرية اللي هي من واحد يعني من واحد الى جوز فاصلة خمسة من لي يعني مرة واحدة يوميا من الليل ليل وكتوصف من طرف اطباء في كثير اه في الاحيان لان هذه الوريس اذا كيخفف الاعراض للالتهابات الانفي والتحسوسي وكذلك الالتهابات ديال ممرات الانفية الناجمة على اه الحساسية على سبيل المثال كيف كنقوله حمى القش او الحمى ديال الغبار اه او الحالات الجلدية الناجمة على عن حساسية مع اعراض تشمل كتكون فيها حكة او طفح جلدي اه فلهذا هاد الوريس هاد رهزون وفعال منسبة للوريس واش كي يسبب لنا النوعاس او لا لا? منسبة لهاد الوريس هاد عادة النوعاس عند الاستخدام دياله بالجرعة الموصيبية يعني مع ذلك فان حوالي ثلاثة في المية من المستخدمين ديال هاد الدوء هادا يقدروا يعانوا من انخفاض القدرة على التركيز والنوعاس والخمول يعني الخمول وردود الفعل كي تكون باطئة لذلك يجب على المستخدم البالغ عدم قيادة السيارة او استخدام الات او القيام باي ناشط يتطلب الياقادة حتى يتأكد من ان ان هاد هاد القيام اللي غيقوم به الانشطة يكون امين ويجب مراقبة الاطفال اللي كي تستخدموها الدواء هذا عن يعني عن عن كتب خاصة اثناء ممارسة الانشطة اللي كتطلب الياقادة مثل ركوب دراجات او تسلق الاشجار او اللاعب في مناطق يعني مفتوحة للأطفال اه بالنسبة لها هاد لوريس هادا واش كيحتوي على الكورتيزون ولا اللا اه اللي هي اه هاد الكورتيزون يعني لوريس لك مكيحتويش على المشتقات ديال الكورتيزون لانه هي واحد ادوية صناعية لها تأثير مماثين اللي كتأثر لنا على الهيرمون ديال الكورتيزون اللي اللي كيقدر يفرز لنا واحد الغضة اه كاردية من المعروف ان الادوية هادي لها واحد تأثير جانبي خاطر عند استخدام ديالها بسرعة هالية او لفترة طويلة من الزمن وكيحتويها دوريس هذا على شعراب يعني شعراب على مادة فعالة اه اللي كتنتامي على فئة من الادوية اللي كتسمى مضاد الهيسامين ولي كتنتامي لواحد الادوية اللي يمكن انها تستخدم بامان عند الرادع والاطفال دون اي مخاوف اه بالنسبة لها للوغيس هادا واش كيخفف لنا السعال ولا الا حال لوريس هادا يعني لا يعاز السعال ولكن كيوقف النوبة ديالسعال الى كانت الالتهاب الانفي تحسسي موسمي كيقدر يترافق مع النوبة ديالسعال تحسسي نتيجة تقاطرة افرازة يعني افرازة ديالانف في الحلق مثل مثلا في الحالة ديال يقدر يكون شعراب لوريس موفيد في التخفيف ديالسعال الناتج الالتهابات الانفية وكذلك تحسل سيلي انه سوف يساعدك يعني غير يساعدك في التقليل دي الاعراض الحساسية. بالنسبة لدلوريس هذا واش ممكن اننا نستخدمه في البرد ولا لا. اه يعني هو من الافضل العلاج نزلت البرد. لوريس شارب مضاد للهيستامين. سوف يساعدك في التخفيف ديال العطس والسيلان ولك الانف ديالك مزدود. ولكن شي حكا في العيون او ولكنت العيون كدما عليك. ولكن شي طفح الجلدي او حكا او غيرها من الاعراض. وكذلك حتى النزلات ديال البرد. ويمكن ان يفضل ان استخدام ديال الادوية اللي كتحتوي على 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 مزيج من مضادات الهيستامين. مع مزايا ديال يعني كيكون مزيم الاختناق لان تأثير دياله في التخفيف اعراض النزلات البرد. آآ غا ديكون افضل من استخدام الادوية اللي كتحتوي على مضادات الهيستامين. فقط نصحك يعني كننصحك انك تسول الصيدالي آآ اللي كيكون آآ كتكون مستحضارات مضادة الانفونزا. آآ بالنسبة للوريس وشكي خفف ديق ديال التنفس. آآ يعني لوريس ما مخصش لتخفيف يعني شي تخفيف سريع من ديق ديال التنفس. إذا كانت آآ انت يا اولا الطفل ديال كتتعاني من هذه النوبات هذه ديال الربو. أو النوبات ديال التنفس. يعني يعني ركينا هناك يعني دواء يعني لا يقدرش يساعدك. إذا كنت تعاني من ديال النوبات ديال التنفس. ويجب عليك استخدام أجهز يعني أجهزة ديال السنشاق مثل الفونطوليين وزيد وزيد. آآ تكون سريعة المفعول بالإرخاء ديال القصبات الهوائية آآ يعني وكتحسن التنفس مع ذلك. يمكن وصف آآ شارب لوريس للتقليل. ديال تكرار ديال النوبات ديال الربو خاصة تلك اللي كتسبب الحساسية الأنفية. ويمكن أنها توصفها الدواء دام لمنع نوبات الربو أثناء ممارسة الرياضة. هاد لوريس هذا وش كيزيد في الوزن ولا لا? بالنسبة لدلوريس هذا ما كيزيد في الوزن يعني شارب آآ دواء مضاد للحساسية غالبا ما كيتم الوصف دياله لمدة كالتراوح ما بين سبع أيام الى أربع تشر يوم. ورغم ذلك آآ له واحد تهتير يعني فاتح للشاهية لأنه من غير آآ متوقع آآ مع المدة للعلاج آآ القصيري يقدر يكون هناك له واحد تهتير يعني على الوزن الإجمالي ولكن إذا نسحك طبيب استخدام جيد هذا الدواء هذا لفترة طويلة فيجب عليك المراقبة يعني للسعارات الحرارية الليك تناولها خلال الفترة دي العلاج ديالك اللي لازم عليك أنك تجنبها وتجنب أي زيادة محتملة في الوزن. هاد لوريس هذا وش مناسب للحواميل والمرضعات. حاليا ما كينش دراسة كافية على النساء اللي يعني كتحدد المخاطر عند استخدام هاد لوريس أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعية لذلك يجب عليك دائما استشارة ديال الطبيب ديالك اللي غا تقدر تقيم الفوائد والمخاطر المحتعمالة قبل التناول ديال لوريس ووخا يكون يعني 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 بالنسبة للحواميل ما قدرش أنا نقول لابد على أن الطبيب ولي يكون مشرفة للحالة للمرأة الحامل أو المرضع ولي غا يقول لها وش تستخدميه ولي ما تستخدميش. إذا كانت المرأة حامل أو مرضع فلا يعني من أحسن ما تستخدمش الأدوية اللي كتحتوي على مادة ديالهيس طامين ليقدر يسحك بها الطبيب ديالك بالخلاف يعني بالخلاف ذلك. وعند الاستخدام دياله لوريس هذا من قبل أمات المرضعات بجرعة موسبية. فمن الغير متوقع أن يسبب هذا الدواء هذا أي آثار ضغر على الراضيع تقدر الإشارة إلى أن يعني استخدام يعني أن الطبيب هو لي يكون مشرف على الجرعة بأقل جرعة يعني فعالة ممكنة يعني تكون خيار أفضل إلا كانت مضادة لهيس طامين. وكيف كنقول أنا بنسبة للمرأة المرضع والمرأة الحامل لا بد علم أنها من استسسرق الطبيب دياله. أحسن حاجة لهم. بالنسبة لأعراض دياله للآعراض دياله يعني الأعراض الجانبية دياله. الموالع دياله هي فرط حساسية المادة الفعالة دياله. آآ عراض جانبية إذا كان شيء غتايان أو تقيوء أو صعوبة الهضمة أو إسهاد أو هلواسة أو دخا. نعاس للآراق آآ خفاقان آآ تسارع معدة الضربة للقلب وكذلك لكان شيء فتح شيء المعضالي او الزيادة في ردة فعل تحسوسي فالهذا اه هذه تكون هي الاعراض الجانبية بالنسبة له هذا الفيديو ديال اليوم اه طولت عليكم شوية اه بالنسبة لهذا الوريس هذا بالنسبة لوليدة ديانة الثامن ديالو كيدير ربعة وعشرين درهم وخمسين موجود في جميع السيداليات وبالنسبة للكمبخيمي ديالو راح كيدير تلتة وسبعين درهم نظرا راح نقصه في الثامن ديالو اه مهم هذا هو الفيديو اليوم كنتمنى اني مكونش طولت عليكم اه بالنسبة للحسسية الموسمية او الاختناق او الحكة او او المشاكل في الحالق او فهد الوريس هذا راه زوين وفعال ممكن لكم انكم تستعملوه ورغط القولية تحسون ان شاء الله وكنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابنوا معنا والضغط على الجرس بجد ما يصلكم جديد ديالنا والى فيديو اخر ان شاء الله وتبارك الله عليكم وشكرا وشكرا شكرا